حابب تكتب موضوع وما بتعرف السبب انك ما بتعرف تقلب جملة اكيد عندك مفردات كتير بس ما بتعرف تعمل موضوع اساس الموضوع هو الجملة لحتى اكتب موضوع لازم اعرف شكل جملة لانه جملة ورا جملة رح تعمل لي موضوع حلو كتير متل ما انا بدي مشان هيك تعبعني بهذا الفيديو القصير لنتعرف كيف نكتب موضوع واول شي لازم نروح عليه هي قاعدة الجملة اللي نحن رح نستخدمها بكتابة الموضوع طبعا حابب ينوه بانه كتابة هذا الموضوع هو للمستويات الدنيا اوكي يعني للصفو الابتدائي معي انتو انا معكم انا اليوم رح نكتب موضوع عن حيواناتك المفضلة طيب اهلا شو بيهمني انا اعرف من هاي الموضوع اعرف اسم الحيوان هذا المفضلة اليك لونه ماذا يستطيع ان يفعل ماذا يأكل اين يعيش كيف يكون التقص حيث المكان الذي يعيش فيه طيب خلونا نجاوب على هاي الاسئلة ونعمل جملة ورا جملة لحتى يصير عندي موضوع خلونا نبلش باول سؤال ما اسم حيوانك المفضل او حيواناتك المفضلة بدي احكي انا حيواناتي المفضلة تكون كذا يعني ما لونه ما لون هذه الحيوانات طبعا انا انتبهوا انو انا دح استخدم هوني الفعل الكون دائما بكل هاي الهي الا اذا كان عندي يستطيع او كذا حسب الفعل اذا هلا ما لونون بدي احكي الفاعل هون كمان عندي يا ذي لانو انا عندي جمع حيوانات فراح استخدم بدل حيوانات المفضلة لونها كذا رحقول هي او هم لونها كذا يعني ذي او بلاك ان يلو طيب طيب سؤال تاني ماذا يستطيعون ان يفعلوا هذه الحيوانات اه وات كان ذي دون تبعو انا عم استخدم ذي عن الفاعل يعني بدل ما احكي اه حيوانات المفضلة تستطيع ان تفعل كذا رحقول هم يستطيعون ان يفعلوا كذا مشان هيك انا حطيت الفاعل ذي بعدين كان يستطيعون راو اند جامب يستطيعون ان يركضوا ويقفزوا طيب ماذا يأكلون ودو ذي ايت ماذا يأكلون ذي ايت ميت يأكلون اللحم طيب هلا اين تعيش ويردو ذي ليف ذي ليف ان دا جانجل هم يعيشون في الادغال ذي فاعل ليف فاعل وهنا عندي اياه انا بالحاضر البسيط جملة بالحاضر البسيط ذي ليف ان دا جانجل ان دا جانجل هي تتمت الجملة تتملة كيف يكون الطقس طيب بالادغال كيف بدي احكي انا عن الطقس دائما عن الطقس لانه انا عندي اياه مفرد راح استخدم الفاعل ايت بعدين ايز ايز اولوز هات اون راني ايز اولوز هات اون راني كيف راح يكون الطقس بالادغال حار وماطر لكن صحله كيف يكون الاتمان ان دا جانجلا